مرحبا بكم في روفيعة القادة أربعة واربعين جان في ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين بعد بونتوا علي الكعبي بالضبط ومايما خرجت مدار تشري في كابتين كروسان واربع كعبيتها معاش عاش أميما لتولى رجعت لدارها معلناش في أميما وفي دارهم وربي معاهم اليوم باش نحكيه على سامير سامير الشاب العاقل اللي قضيته اهتزت على وقعها جميع سكان حي السوابة تابع المعتمدية الواصل سامير يقوه مقتول وملفوف في باكو بيزا الجثة متاع سامير كي خرجناها من كونجيلاتور حطيناها في اللفابوب باش تتحلى شوية تتحلت الجثة حبينا نشوفوا الجيهة اليمين متاع بدنو نلقاوا تراس متاع مغرفة في ضبوتو الشي اللي خلانا نشكوا اللي فما حاجة في المعذكلة معذكلة لبس عليها شوفنا زوزق طاية أخرين نحيناهم لبس عليهم نحينا قطعة صغيرة من الكبدة متاعه منها قلاية جات بنينها مش خائبة أهلا أنا كما التفتغت وغواحت على روخي تخلت للرستورام بتاعنا غاديك أنا قام يتعارب ويطلع تخولش بهم أنا نطلع كي شوف يضيفوا واحدة متاع البيتزا تفجعت أنا قلت ووش بيعزيه ذي يضرب فيه وبما ديك طلعت الحكاية عند مشكلة هما بينت بعضهم المو في دينا تفجعت وبعد ديك نرمال جاعة صفاكي كولوا واحد أما تعرف الكادراغ اللي يختم معاكم ألا يا عندي أختي جيفة حويز من سوغيا عندي سوغية غوز ميليتر توتيك على الرفق هم؟ يا خوها فما ريحة غريبة في دم سامير الريحة هذي طلعت ريحة متاع مادة التن اللي تنجم تقتل الإنسان نثق خطر عفان وفاكم الله أه ما دام فما ريحة التن أحنا كطب شرعي رجحنا وعلى الأرجح أنه سامير مات مطعون أي مدغور كسكروت الملفت في قضية سامير أنه الشهود كل واحد فيه وما حكي حكاية فما شكون قال اللي سامير نهارت الحادثة كان يأكل في كسكروت بجبن ولا هرسة والطن وفما شكون قال اللي سامير يأكل في الزلاب يا جملة مكلاش كسكروت ولكن الشاهد اللي عاود شربك أوراق القضية يدعى بالقاسم البجاوي يخدم معه سامير في المعمل بالقاسم قال اللي نهارت الحادثة شاف سامير يأكل في كسكروت بالمجل وفيه شوية ترشي من فوق يكاو عادي احنا كي سمعنا اللي ذاكا التبا بتاع التشريح ذاكا اللي بتاع الشرعي قال راو زي طلعها بتعندو بزاي ذاكرة عادانا وقتها هو موفرجانا يا كي يكحر لوكاية وخرج فمدني هو اللي خراب بعد هو خرج من الواحد رجع يخدم على الروح يا أخي ما أحملش حكاية خدمة ما عين عين كيحمل لوكاية كونه عين حقره موجودة ذايا واحد يعرف فمدني أرجحها كالبيضة ديكا كلية عاد قال أنا بش نخرج نرجع نخدم جيحان يلزمني يناكل حاجة مشاء دار الدورة مشاء لصلوحة قال صلوحة أعطيني كاسكروت بالمقلي قلت له لا فم كان مقلي عملت له مقلي فوقه شوية ترشي ومشاء أخرج على روح وفرجاني وخاطي كلي والملفت للانتباه زادة في القضية هذه أنه القاتل قام بالعملية متاعه بطريقة بشعة جدا طب الشرعي قال اللي القاتل يعاني من مرض نفسيني ألا وهو الفاريس في الكرومة طب الشرعي زادة قال لنا اللي المرحوم سامير لقاه عنده جوبلي في معده اللي القونكرياس متاعهم زيت شوية نلقاه جوبلي تحت الكبدة متاعه شكينا وهذا ما يفسر اللي القاتل قام بالجريمة متاعه بدم بارد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر